أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى الله ولي الحليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة صدقة يتبعها أذى والله ظني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رآء الناس كالذي ينفق ما له رآء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثال صفوان عليه تراب فأصابه عادل فأصابه عادل فتركه صدقاتكم لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رآء الناس كالذي ينفق ما له رآء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثال صفوان عليه تراب فأصابه عادل فتركه صدقاتكم لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيت وتثبيت من أنفسهم كمثال جنة كمثل كمثل جنة برضوة أصابها غابل فآتت أكلها ضعفين فإن لن يصبها غابل فطل والله بما تعملون بصير أما تعملون أما تعملين فإن 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 لكم من نخيل وأنام تغري من تحت ذا الأنهار تجري من تحت ذا الأنهار له فيها من كل الثمات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لأنكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أنتم مضوفيه واعلموا أن الله ظني الحميد الشيطان يهدكم الفقر ويأمركم شكرا لكم بالفحشاء والله يهدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع العليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب للحكمة ما يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوت ومتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذوتم من نذر فإن الله يعلمه وما للوالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعي ماذي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداب ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا اهتضاء وجه الله وما تنفقوا من خير وف إليكم وأنتم لا تؤلمون وما تنفقون سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تارفهم بسيمهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم اللذين ينفقون أموالهم بالليل وأنها سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعرة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها يا خالدون يا خالدون الله لا يحب كل كفار أثيم إنما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفانوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يولمون يا أيها الذين آمنوا أتقوا إذا تداينتم بداين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعادل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق قسفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل وفيهم للوليه بالعادل أو لا يستطيع أن يمله وفيهم للوليه بالعادل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا عجلين فعجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا بصغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا ألا تتركوا وأشهدوا 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 وقم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمنى أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليه من رسله وإليك المصير لا يكلف الله نفسا نفسا إلاه السعذا لذا ما كسبت وعلي ذا ما اكتسبت ربنا ربنا لا تؤخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا من قوم الكافرين صدق الله العظيم صدق الله عزيز اشتركوا في القناة